والبوحامي الدكتور عبدالد معطر وفي الجزء الثاني بعد نصف ساعة قريبا ينتحق بينا ان شاء الله السيد بيجاسب حسن عن جبهة الخناص الوطني لنعرف موقف جبهة الخناص الوطني أزروا بلاغا للبرح ولكن من التطورات المتسارعة اليوم مرحبا دكتور عبدالد معطر في هذا الجزء الأول من حسد الرابع عشرية مرحبا بيك سيحوسين وجميع مشاهديك وشكرا على الاستضافة مرحبا بكم نذهب إلى وامضى سريعا نرجع للبلاطو اشتركوا في القناة مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الجزء الأول من حلقتنا نستضيف خلاله الدكتور عبدالوهاب معطر أستاذ القانون دستوري والوزير الصابق والمحامد دكتور مرحبا مرة أخرى اليوم تفاجأ الرأي العام بطاقة إداع في حق سيد العيش الزمان المرشح الرسمي والمعلن عنها نقل من قبل الهيئة إضافة إلى سعيد وسيد زهي المغزوي كيف تكره هذا التطور سيد الكريم كما قلت منذ قبل نحن معركة كبيرة وكل يوم نفاجأ بأشياء لا نتوقعها يظل أنا وقفت تقريبا هذه حقيقة كل يوم نحب أبعد عن ذهني وأننا نحن كنخبة وكمثقتين وكرجال قانون وكمحامين ولغاء وكسياسيين نفكر يعني لما ذهنية متاعنا تستعمل آليات المنطق وآليات القانون والقواعد المعمول بها نعم لكن يظهر أن الطرف المقابل يتصرف بآليات بلوجيسية الآخر لا هم تعم منطق لا هم تعم قانون عوض المنطق نلقى العبث عوض القانون نجد الغلبة والدوس بالحوافر لكل القواعد القانونية المتعارفة عليها بديهيات أبجديات إلى غير ذلك يعني احنا كل المسار كله هذا من وقت بدأ من عام 2019 وانتي جاي من قصر قرطاج لليوم يعني آخر حلقة اليوم اللي تحكي عليها يعني الهجم الزمان العياش الزمان العياش الزمان ليش بالزمان عنده ذكر الناس ديما يقولوا ليش نغلطوا العياش الزمان كان أحد جلادي بن علي وكان هو معناتها وكيل عام للمحاكمات الكبرى اللي تعملت في سنة التسعين وكان يعني دخل ناس وأعدم ناس إلى غير ذلك لكن صديقنا العياش الزمان هو أبعد عن ذلك نعم المهم اليوم معناتها سجن العياش الزمان وقت اللي هو أمس يعني هو لا هو وقت اللي كان موقوف أمس هو موقوف محتفظ به حالة احتفاظ والهيئة تعلن اللي هو وقع قبوله نهائيا للرئاسيات واليوم يقع إداءه في السجن وغدوة مشيئة تعدى على المحكمة وأنا أتوقع أن المحكمة يمكن ستبقي في وضعية هذا السجين السياسي هذا هو من المنطق يعني أولا أنا بالاطلاع والتصدق بالعديد من الأصدقاء شاهدوا الملف يعني الملف أفرغ من فؤادي أمي موسى يعني هو ناس وقع مدفوعين يقولون ممشيوا قلوا اللي احنا زكينا قيس سعيد لكن قلنا روحنا مزكيين العياش الزمان ولكن وقت اللي جاءوا كفحوم يقول احنا عمرنا ما اتصرنا به وما نعرفه يعني حقيقة حاجة سريالية لكن هذه النقطة بداية الدكتور حتى يكون واضحين مع مشاهدين أنه تصلنا أكثر من مراسلة يقولون كيف تستهين أنت في المنبر الإعلامي بجريمة التدليس أو التحيل ويقولونك روح أكثر من شكاية ربما 400 شكاية أصلا إلى أي حد هذه الشكايات يعني طابحة سياسية مهم أن تتبين للمشاهدين يا أخي هذه الشكايات أو شنية التسكيات هي ناس جي تتوقع على تسكية أنها تتذكي فلان وهذه طلبهم معاشر رليا في تسكية ويأكد معناتها الناس اللي في حملة حملة منظفرين نعم في عائش الزمان يقولوا أنه ممشاوا بكل شرف وكل كده يعني احنا نتذكر التسكية تشوف سيد سيد الكريم يعني احنا نرجع بالذاكرة كانت تذكرونش أي منور وقت اللي كان في مصر يعني يترشح ضد مبارك وكيما سنا أحمد التنطاوي ضد السيسي يعني نفس الشي هو ما يطلقوا يفروا تسكيات وقت اللي يلقاوا وبعد كيه يخرجوا ناس مواطنين يمكن مدفوعين ولا مغرر بهم ولا موعودون ويمشيوا يقولوا أني مزاكيتش لك شنو دليل كنت مزاكيتش ها هو الأمضاعك ها هو اسمك ها هو بطاقة تعريفك يعني مثلا ماش تجم أي إنسان أي تسكيات تجم تطعن فيها في الحالة هذه على الرغم من أنه هذه المفارقة بالنسبة للعايشة الزمان هم هذين التسكيات اللي ومش أربعانية تقريبا ثم يجي ستين شاكي قالوا حسب الواحد وعندوا 25 قضية طوى الجارية في كل جهات الجمهورية يعني هو أن الهيئة قبلت التسكيات وعلى أساسها قبلت الترشح انتاعوا نهائيا وفي نفس الوقت تهو اليوم معناتها يقع الطعن في هذه التسكيات والرجل معناته وقع سحله عوض أن يهتم بالحملة متاعه إلى غير ذلك ولا يهتم ولا سجيل وخاصة أنا أحب الندد وأودين بالطريقة اللي وقع يقافوا بها في منزله يعني في الليل في الفجر في الفجر ودخله وهجمه على الدار وقال لك تقريب تسع سيارات وإلى غير ذلك ورعبوا الأطفال وهزوا الازوردينتير وهزوا كل شيء ولغ ذلك كأنه العياش الزمان اللي مرشح جزء كبير من التوانسة للرئاسية أصبح إرهابي وأصبح عبارة على شخص معناتها بهذا معناتها خطير يعني هناك شوف سيدي هذا كل يدل على سونية وهناك إرادة خبيثة إرادة خبيثة لسعل أي مترشح ضد قيس سعيد وتكميله بهذه القضايا أنت هو أشي أعمل يا سيدا ونعطيك المسار أول شيء جاء للقانون الانتخاب الكل وعبث به عبث كبير نعم وغيره بشيكون على مقاسه والحمد لله هو ثم فوصول ما دلش عليه وخاصة يتم النزاع الانتخاب من المحكمة الإدارية ولا رأوا غيره وهذاك عليش تقول المحكمة الإدارية يعني حكمة لفايدة ثلاثة مترشحين المهم هو عابث بالقانون أول شيء في فترتين مرسومين مرسوم عدد عشر مرسوم عدد ثمانية واحد ثلاثة ثلاثة وعشرين وبعد نصب هيئة نصب هيئة رغم لي هذه الهيئة بالأمر هو وبعد شعمل جاء للقادة السياسيين اللي مثل وزن اجتماعي وعنده رأي وصناع رأي رمان في السجن بقضايا مفبركة وبعد شعمل جاء باللهيئة هذه وقال ضيقي ضيقي حتى يخنق العصفور جاءت عملة معناتها القرار الترتيبي وبعد رناك اشترفت معناتها مما يطول الحديث فيه وبعد ذلك يعني ضيقة المترشحين ثم ثلاثة المترشحين مشاهوا لأنصفتهم أعلى أعلى سلطة انتخابية هي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وهنا نحيوها يعني قالت يعني يرجعوا للسباق قالت لهم هالحكم يعني يمشي بلو واشرب ماء يعني معناتها يعني وبعد مشاهوا أو كتوى العيش الزمالي اللي وزنوا وكانوا يمكن يحسابوهم معناتها ما يزينوا به لكن يظهر أطياف عديدة من الشعب التونسي رات فيهم كل الأمل وبالتالي ولا يبحث خطر إذن فل نسحله ونعذبه ونمنعه من كل تحرق وحتى سمعت حتى المترشح الآخر سيزهير المغزر ما زال لم يتأكد الأمر فقط يخص الزمال المهم المهم دكتور زمال سمعت